جهة الشرق تستقبل الدفعة الأولى من جرعات اللقاح المضاد بيروس كورونا المسجد تحسباً لانطلاق عملية واسعة للتلقيح بكافة التراب الوطني الجرعات المسلمة تم تقزينها في غرف مبردة ومكيفة لضبط درجة الحرارة من بين درجتين وثماني درجات مئوية والتي تعتبر درجة حرارة استقرار لقاح أسترازينيكا توصنا الآن بالدفعة الأولى للقاح ضد كوفيد-19 هذه الدفعة التي جاءت على وصلات من الضر البيضاء وإن شاء الله من غد تطال الانطلاقة العملية للقاح سنستعمل هذا اللقاح لكي نلقي حول فئات مستهدفة من وزارة الصحة اللقاح ندار في هذا الغرف التبريد المكيفة على حساب درجتين ما بين اثنان وثمانية درجة موجابة المملكة توصلت الجمعة بأولى دفعة اللقاح البريطاني أسترازينيكا الهندية الصنع من جمهورية الهند على أن تتوصل بالدفعة الأولى من لقاح سينوفارم غداً أربعاء من الصين وتنفيذاً لتوجهات الملكية السامية اقتنى المغرب كمية من اللقاحات لفائدة 33 مليون نسمة أي 66 مليون جرعان من اللقاح ترجمة نانسي قنقر